السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مجلسنا الخامس من قراءة كتاب عقيدة النووي وبيان قول السلف فيها قبل أن نبدأ بالقراءة لا بد أن ننبيها إلى وجود تيار يبث فكرة خطيرة ألا وهي رأيتم مقالات النووي ورأيتم كلام السلف فيها كم أن الأمر كبير إلا أن هذا التيار يبث فكرة تقول إن هذا الذي قاله النووي عبارة عن خطأ بل يقارنون هذا الخطأ بخطأ قد يقع فيه مثل الإمام أحمد أو الشافعي ما هي أخطاء الإمام أحمد أو الشافعي مسألة فقهية تكون مرجوحة أو شيء من هذا القبيل فيشبهون هذا بالكلام الذي قاله النووي والذي سمعتم ماذا قال السلف فيه وهذا أمر خطير لأن فيه تقليل من شأن مسائل العقيدة هذه وإهدار لكلام السلف الذين قالوا ما قالوا في من يقول هذه المقالات العقدية الخطيرة سنسمع مقطع فيديو كمثال على الكلام هذا لأئمة كبار من أئمة المسلمين كل إمام النووي رحمه الله وتعالى وأكرروا أؤخر الإمام النووي رحمه الله وتعالى الذي هو من يعني خلن نقول ممن يحسبهم الإنسان من خيار هذه الأمة جيد وهذا لطبيعة الحال لا ينفي وجود الخطأ وليل إشكال لا عن إمام النووي رحمه الله ولا عن غيره أحيان تقول الإمام أحمد الإمام كذا ولا شك أن إمام أحمد أجل من المتأخرين ومن كثير المتأخرين من جاء بعدهم لكن ليس معلى ذلك أنه يقول الإنسان الإمام أو كذا أنه ينفي عنه قضية الأخضاء فشاهد أن هؤلاء يتبنون خيارة معينة طيب هذا كلامه والله مستعى سنسمع هذه المقالات ونسمع ماذا قال السلف ورحمة الله عليهم كما سمعنا من قبل وصلنا إلى هذا الباب تحريث الغضب والسخط والرضا والفرح قال النووي المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصى ما يظهر من انتقامه ممن عصى هذا هو الغضب عند النووي وما يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله فهذا معنى غضب الله تعالى كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة إذن الغضب بالنسبة له هو ظهور الانتقام والعذاب والرضا هو ظهور الرحمة واللطف ليس غضبا وليس رضا حقيقيا ثم وصف الغضب والرضا يعني الحقيقي بالتغير يعني الغضب تغير والرضا تغير هكذا وصفه النووي فقال لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا الذين يقولون النووي على أصول أهل السنة ولكنه خالف في تأويل بعض الصفات هل هذا أصل سني أن تقول إن هذه الصفة تغير والله يستحيل في حقه التغير فتنفيها ما الذي قاله من أهل السنة عندما يقولون أصول النووي سنية هل بنى تحريفه صفة الرضا والغضب على أصل سني أم على أصل جهمي أصل الجهم نفي التغير عن الله سبحانه وتعالى وتسميت هذه الصفات تغيرا فنفى هذه الصفات هذا أصل جهمي وأخذه الأشاعر من الجهم وأخذه النووي من أهل مذهبي وقال وقوله تعالى إن رحمتي تغلب غضبي قال العلماء غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة يتبه إلى هذه قال فإرادته الإيثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة إذن هو ليس عنده رضا حقيقي ولا رحمة حقيقية إنما الذي يسمى رضا ورحمة هي الإرادة تبع إلى ما سيقوله ابن تيميب بعد قليل وإرادته عقاب العاصي وخذلانه عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات قال فقال العلماء الإعراض يعني من الله سبحانه وتعالى والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذنبه والله أعلم وكذلك حرف صفة الفرح فقال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة قال النووي قال العلماء فرح الله تعالى هو رضاه إذن فسر الفرح بالرضى والرضى فسره بالإرادة فإذن فرح الله إرادة طيب ماذا قال أهل العلم في من يقول هذه المقالات؟ قال حماد بن زيد هؤلاء الجهمية قيل لهم لكم رب قالوا نعم قيل يتكلم قالوا لا قيل له يد قالوا لا قيل له قدم قالوا لا قيل فله إصبع قالوا لا قيل فيرضى ويغضب قالوا لا قيل فلا رب لكم يقول الدارمي أيضا عثمان بن سعيد رحمة الله عليه أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله إذن ما الذي ينكره الجهمية من صفات الله قال فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضى إذن الجهمية هم الذين ينكرون الغضب والرضى هل الجهمية أنكروا ورود كلمة غضب والرضى من سبا لله في القرآن الكريم؟ لا إنما حرفوها بهذا التحريف الذي قرأناه في كلام أنه قال ابن بطة باب الإيمان بأن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره قال الشيخ يعني ابن بطة والجهمية يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها والله تعالى قد أكذب الجهمية وأخزاه هنا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وقلنا في السابق بيان قول السلف فيها ثم نقلنا قول السلف وقول المتأخرين وقول حتى المعاصرين في بعض الأحيان قال ابن تيمية أما إثبات ذلك في حق الله تعالى فهو مبني على معنى محبة الله ورضاه وغضبه وسقطه وفرحه بتوبة التائب ونحو ذلك مما قد بوسط في غير هذا الموضع وهل ذلك صفات ليست هي الإرادة كما اتفق السلف والأئمة يعني النوى ليس من الأئمة لأن الأئمة اتفقوا على أن هذه الصفات ليست هي الإرادة والسلف اتفقوا على ذلك فالنوى مخالف السلف أو ذلك هو الإرادة بعينها كما يقوله من يقوله من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم فالنوى إذا موافق المعتزلة والجهمية بنصب ابن تيمية طيب ننتقل إلى تحريف النوى صفة العجب لله سبحانه وتر نقل كلام القاضي عياض محتجا به فقال قال القاضي المراد بالعجب من الله رضاه ذلك قال وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا هذا ينقله النوى محتجا به مقرا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب الله من صنيعكما عاب النوى وقاضيه عياض يقولون عجبت الملائكة عجبت ملائكة الله هم شراح الحديث يا أخي أنت إذا أسقطتهم تسقط شرح الحديث تسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكون منافقا كما قال من عرضنا يمكن في الحلقة الثانية كلامه تكون منافقا لأنك عرضت للناس أقوالهم وحذرت الناس منها والله يأتك في قراءة هذا الكلام لتعرف على قولة أحمد السيد عقل صاحبه طيب قول العلماء في ذلك قال زنيج سمعت محمد بن عبد الرحمن المقرأ يعجبني أن أقرأ بل عجبت ويسخرون خلافا للجهمية القراءة للآية نزلت بل عجبت ويسخرون و بل عجبت ويسخرون فيقول أنا يعجبني أن أقرأ بل عجبت خلافا للجهمية إذن ما الذي ينكر هذه الصفة؟ الجهمية قال ابن بطة باب الإيمان بالتعجب وقالت الجهمية إن الله لا يعجب ويقول قالت الجهمية إذن هذه مقولة جهمية يا إخوة فلماذا تلومون عندما نبين ونبدع ونتكلم ونحذر؟ لماذا تلومون؟ لوموا أنفسكم على نشر هذا المذهب الذي يساوي بين تجهم الجهمي وبين خطأ الإمام السني هذا الذي يلام صاحبه وليس البيان لهذا الحق الذي تجدونه قلت يحرفون العجب إلى الرضا والرضا أساسا محرف عندهم إلى ظهور رحمته وهذا والله مما يعجب منه ثم كيف يقبل العاقل أن يكون عجب الله أي عجبة الملائكة والله سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل أي والله حسب الله ونعم الوكيل هنا أيضا للنووي ما يقول لك سني وقع في بعض التأويلات طيب هذا تأويل يقول النووي هنا هو طبعا هذا الباب جعله يعني جعل النووي الإرادة بالنسبة لله واحدة لجميع المرادات حتى إرادة الله لا تتعدد طيب أي سني يقول هذا؟ وهل هذا تأويل لبعض الصفات؟ يا إخواني اعقلوا يقول النووي وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات طيب ماذا قال أهل العلم عن هذا؟ قال ابن تيمية يوجد في كلام طائفة من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة وقال الذين قالوا يريد جميع المرادات بإرادة واحدة إنما آخذوه عن ابن كلاب وجمهور العقلاء قالوا هذا معلوم الفساد بالضرورة حتى إن من فضلاء النظار من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس إذن ابن تيمية جعل الذي يقول هذه المقالة هارج عن جملة العقلاء وأنتم تزعمون أنكم توافقون ابن تيمية وهذا من الشيء الذي لا ينبغي لكم صرحوا بأن ابن تيمية بالنسبة لكم إنسان طاعم بالآئمة مخرج للإمام النوم من جملة العقلاء طيب قال ابن القيم فجعلوا الإرادة واحدة بالعين وإرادة إيجاد الشيء هي عين إرادة إعدامي وإرادة تحريكه هي عين إرادة تسكيني وإرادة إبقائه هي عين إرادة إفنائه وإنما المختلف تعلقها فقط قال الهراس اللي هو خليل هراس معاصر والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة أشاعر ما قالوا الأشاعر واحد من أهل السنة اللي هو النوم لكي نستثنيه من الأشاعر قال الهراس والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة يعني أن الله أراد شيئا فهذا الشيء ما حدث إلا بعد خمسمائة ألف سنة وجه الشاهد بغض النظر عن توجيه الأشعرية لمثل هذا الكلام وجه الشاهدي أنه قال هذا قول الأشعرية ننتقل إلى الباب الأخير في كلامه عن صفات الله سبحانه وتعالى وهو قوله في القرآن قلت لم أجد له كلاما واضحا في مسألة القرآن مخلوق أولا وقد قال فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته وحق تلاوته قلت وجعل القائلين بخلق القرآن مبتدعة لا كفرة فقال وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع طبعا كل الأشعر يردون على القائلين بخلق القرآن كل الأشعرية مع أنهم هم قائلون بخلق القرآن لكنهم يردون على القائلين بخلق القرآن كيف هذا؟ وضحناه لمن تابع الدروس الأشعرية عندهم تفصيل عندهم قرآن زائد عن القرآن الذين يعلموا هو يؤمن به المؤمنون المؤمنون يؤمنون بقرآن واحد معروف يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس الأشعرية عندهم قرآنا قرآن في السماء عند الله في نفس الله لا يعلمه أحد وليس كلاما ليس من كلمات ولا آيات ولا شيء وليس مقسما سور ولا شيء فالأشعرية عندهم هذا القرآن وهذا غير مخلوق ويردون على القائلين بخلق القرآن بأنهم يؤمنون بقرآن آخر لنفس الله ليس فيه كلمات أساسا أما القرآن المنزل الذي يؤمن به جميع المؤمنين هؤلاء يقولون بخلقه فإذن مجرد أن الإنسان يرد على القائلين بخلق القرآن هذا لا يجعله سنيا لأنه قد يرد على القائلين بمعنى يرد على المعتزلة لأنهم ما آمنوا بقرآن ثاني يقول النووي وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع واختلف أصحابنا في تكفيره طبعا والنووي يقول عنه مبتدع من الذي قال بهذا القلب أنه مبتدع من السلف يعني مبتدع بدع غير مكفر هذه لأنه يقول واختلف أصحابنا في تكفيره وقال القفال وكثيرون من الأصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع قال صاحب العدة هذا هو المذهب قلت وهذا هو الصواب يعني تصلي خلف واحد يقول القرآن مخلوق طيب ثم قال تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائلين بخير القرآن على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة يعني حتى أقوال العلماء تؤول نحن أولتم صفات الله حرفتم وعرفتم معاني الإيمان وكذا حتى أقوال العلماء الشافعي جاءه رجل قال القرآن مخلوق فقال له كفرت كفران نعمة سنته إلى أقوال أهل العلم في هذا يقول الدارمي ونكفرهم أيضا بكفر مشهور وهو تكذيبهم بنص الكتاب أخبار الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه ودعت الجهمية أنه خلقه وقال حربون الكرماني هذا مذهب آئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيء من هذه المذاهب وطعن فيها وعاب قائلها فهم تدعون خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهيم ابن مخلد اللي هو إسحاق بن راهيم وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر اللالكاء بواب فصلا في كتابه قال سياق ماروية عن من أفتى في من قال القرآن مخلوق أي في تكفيره فمن الفقهاء مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وصفيان بن عياني ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان تيمي ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح ووالده وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن عاصم وشبابة بن سوار وأبو النظر هاشم بن القاسم وأبو النظر هاشم بن القاسم وحمد بن مسعد وعفان بن مسلم وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وحجاج بن منهال وأسحاق بن إبراهيم الحنيني ومعاوية بن عمر وبش بن الوليد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور محمد بن بشار أظن ومحمد بن بشار هكذا وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى القطعي ثم نقل عنهم بأسانيده إليهم ثم بوب بابا قال من قال إنه لا يرث ولا يورث طب هذه في كافر النعمة يا أيها الذي تسمى بالإمام كافر النعمة لا يرث ولا يورث من قال لا يرث ولا يورث يحيى بن سعيد القطعن وعبد الرحمن بن ماهدي ومحمد بن قاتل العباداني ومحمد بن أبي صفوان ومحمد بن جرير طبري ثم نقل عنهم بأسانيده ثم نقل عنهم بأسانيده ثم بوب بابا ومن قال امرأته طالق عبد الله بن مبار قال سمعت الناس منذ تسع وأربعين سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثة البتة قال قلت ولماذا قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر كافر نعمة إمام إمام يا أخي إمام أشرح لنا الحديث ويجب أن تقبل بإمامته شارح الحديث النبو هذه عقيدته وهذا الذي يعتقده وهذا الذي يقوله انظر ماذا يقوله أيضا لا لك أي بوب بابا قال عن قائلين بخلق القرآن لا يناكحون يعني هو أن ينقل عن من قال لا يناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين وروا عفوا وروية عن سلام بن أبي مطيع وحمد بن زيد وسفيان بن عويين وسفيان الثوري وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علي وعبد الرحمن بن مهدي وقبيص بن عقبة وحجاج بن المنهال وعبيد الله بن عائشة وفطر بن حماد ومعل بن المنصور الرازي وأحمد بن حنبل والربيع بن سليمان المراد ونقل عنهم بأسانيدهم قلت أفهذا يكون في كفر النعمة يا شراح الحديث يا آئمة من يسمونكم آئمة طيب ماذا نقول بعد ذلك يا أخي ماذا نقول لمن يقول إن هذه كلها يقول لك تجهم تجهم قول الجهمي هو قول الجهمي ويخالف إجماع السلف في مثل هذه المسائل ثم تقارن هذه التجهمات بأخطاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أليس شيئا مزعجا أليس شيئا باطلا يحاول نشره بين الشباب المسلم الله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله